عندما يلتحق الجامعي الأكاديمي بالحكومة وبالتسيير الحكومي أي استبشار دكتورة زهية جويرو؟ أنا أستبشر لأن الأكاديمي والجامعي في كل مجتمعات هو نخبة المجتمع وهو زبدة ما تنتجه المنظومة التعليمية والمنظومة المعرفية والتي ينتظر أن تضع كفاءتها ومعارفها في خدمة البلاد فأنا أتصور أن الجامعي وأن الأكاديمي وأن الشهادات العلمية يمكن أن تكون إضافة في إدارة شؤون البلاد بقي أن إضافة إلى هذه المهارات المعرفية إذا شئنا تحتاج إدارة شؤون البلاد أيضا إلى أناس يحملون مشروعا يحملون مشروع يعني لهم رؤية متكاملة ليس فقط للحلول الآنية للوضعيات الصعبة صحيح وأنا أعتقد أن هذه الحكومة ستنكب بالأساس على الوضع الآن وعلى هذه المشكلات الصعبة التي تمر بها البلاد ولكن أعتقد أن أي حكومة لا بد أن تكون معالجتها الأوضاع الآنية في إطار مشروع له تصورات استراتيجية حول الدولة التونسية كيف يجب أن تكون حول النمط المجتمعي التونسي كيف يجب أن يكون حول نمط التنمية التونسية التنمية الاقتصادية كيف يجب أن تكون أتصور أن من يتولى أعلى الخطط في الدولة يجب أن يكون له مشروع أن تكون له رؤية لمشروع متكامل وسط الفكرة إذن ننكب على الإصلاح الفوري أكيد للإنقاذ لكن في إطار تصور ومشروع واضح دكتور حمد يجب الله أي أولويات خاصة بالنسبة لوزارة التعليم العالي هو كانت تسمح منها لا فيه شك الحكومة الجديدة تندرج في مسار في سياق مسار إنقاذ وطني أقدم عليه رئيس الدولة يوم 25 جوليا من السنة الجارية لإنقاذ البلاد مما أسميته في مرار عديدة الاستعمار الداخلي نحن في فترة تحرر من الاستعمار الداخلي ثم استعمار خارجي واستعمار الداخلي وأعني بالاستعمار الوضع الذي تكون فيه إرادة الأمة مشلولة المطلوب من الحكومة الحالية أنها تعيد كما كنت حلت على تجديد الفكر العربي وتجديد تحرير الإرادة التونسية لتعود إلى الفعل كيف ذلك؟ أولاً لابد لنا أن نعترف أن الوضع صعب وأن الميراث سيء جداً وبالتالي لابد أعتقد هذا للشعب التونسي برمته أن يساند هذه الحكومة قدر المستطاع ما فيه شك معناه وراه الوضع صعب وفيه تقديري الآن كيف ذلك؟ أنه نقول أنا على قدر المصعب وهي جمة لابد من أن تكون أن يكون الفعل خليني نقول بين قوسين شعبياً أشمعناه؟ أنا أعتقد أنه لابد اليوم أو غداً أن يأتي رئيس الجمهورية إلى تأليف معناها حزام اجتماعي سياسي حوله ليكتسب ثقة الداخل اطمأنان الداخل هلين نقول وبصراح أنا لا أطمئنه إلى حتى أولياء الله الصالحين لو كان يجيني ولي صالح لا أطمئنه إليه أن يقود البلاد وحده بشترقنا يعني على قدر أنا موافق على بادلة 25 قدر أخاف عليهم وأخاف عليهم لتسير الشخص وبالتالي أعتقد وهذا اقترحته منذ أربع سنوات وأظن أنه آن الأوان لتطبيقه بقنا للغلب أشنوه؟ الاتلاف الاجتماعي فيه اتحاد العامة تنسل الشوال اتحاد الصناعة والتجارة اتحاد الفلاحين ونقبة الفلاحين نظمة الوطنية اتحاد المرأة الهيئات المهنية القائمة كل يجعل منها رئيس الجمهورية حزاما اجتماعيا يعني يثقوا فيه المجتمع التونسي ثم يثقوا فيه الخارج حيث يقعدوا ويجعلوا خلينا نقول أنا هكذا استغناءه عن الأحزاب معناها في هذا أمر ممكن دون هذا الحاجة الثالثة أن يمنع أي حزب بأي شكل من الأشكال من القيام بواجبه السياسي داخل المجتمع التونسي يمكن أن يكون لنا خيارات ما نحبوش الأحزاب هذا كشأنك أنما الأحزاب والمؤسسات الوطنية هذه وصائت يعبر بها من خلالها الشعب على إرادته وعلى طموحاته وليس لأحد أن يعطي لها بأي شكل واضحة وجهة نظر نحترمها دكتور لكن حبيت نسألك سؤال مرة أخرى أي أولويات بالنسبة للسيد وزير التعليم العالي مرحبا به سيد وزير التعليم العالي كما يقول مرحبا بجميع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم السيدة بودن ما نفهم حتى أشكال إيجا نقول لك الأمر على غاية من الصعوبة خلينا نقول بأول الواجبات أول الأولويات أن يعيد إلى الشهادة التونسية قيمتها هذا معنا نبدأ من ثم أن يعيد إلى الدرس الجامعي قيمتها أن يعيد إلى وظيفة الجامعة صمعتها مثلا حتى داعي باش اليوم ما عندكش الدكتورام ما تدخلش الجامعة فهم ماش مهما كانت ولو الكلية الصغيرة والكبيرة هذا عصر وفاء ثم لابد له أيضا من أن يعيد النظر ربما في ما نسميه عادة ومنذ عاد طويل هذه الملأمة بين التكوين والتشغيل ما هي حاجة المجتمع ثم الحاجة الثالثة يعني لسنا مطالبين فقط بأن نجعل الجامعة تخضع للمجتمع بل أن نجعل المجتمع يساير يساير متطلبات البحث العلمي هذا ما نجيش معنا نقول نحن نكون حسب متطلبات المجتمع لكن خلي المجتمع يتطور أيضا والاقتصاد يتطور حتى إذن نلتقي بين مجهود الاقتصاد الوطني في تطوير ذاته وبالتالي حاجته إلى الكفاءة ومجهود الجامعة ومقاربة زاد الجامعة كيتخرج معناها مئات الدكاترة في القانون إلى أي مدى ممكن استحق لهم لكن إذا كان الخارجين زاد الأمور التقنية والمسائل التقنية اللي ممكن يستحق لهم سوق التشغيل أكثر هذه المقاربة قبل للدراسة أكثر دكتور دكتورة زهية جويرو أكيد منظومة التعليم العالي منظومة إمد هذه متاح الدراسة إلى أي مدى تستحق إعادة التقييم وإعادة النظر أي تدعية لها على الواقع الدراسي وواقع التكوين وواقع سوق الشغل كذلك انسداد الأفق اللي قاعدين نعيشوا فيه والله هو الجامعة في الحقيقة أنا أنا نتحدث عن إصلاح المنظومة التعليمية كاملة لكن لو نحب نخصص على الجامعة نقوله أنه هناك العديد من العناصر في الجامعة اللي في حاجة إلى مراجعة أولا النظام التعليمي في الجامعة وبالنسبة إلى التكوين في الم على الأقل في مجال في اختصاصي وفي المجالات القريبة اللي تتمثل في الأداب والعلوم الإنسانية تحدث أنت عن نظام إمد نظام إمد هذا هو نظام يصلح للتكوين في التخصصات التقنية اللي يتخرج معناها تكون يد عاملة ذات كفاءة عالية ولكن أنك تكون ناس في مجال الأفكار في مجال اللغات في مجال المعرفة الإنسانية لا يمكن أن يتم ذلك عن طريق نظام إمد إذن في حاجة بشر راجعوا نظام إمد في حاجة بشر راجعوا العلاقة بين الجامعة والمجتمع العلاقة بين الجامعة والسوق الشغل أن نؤلف بين التكوين في الجامعة وبين النظام الاقتصادي والنمط الاقتصادي الذين الذي علينا أن نعيد بناءه لأنك أنك تخرج ناس هكذا دون خطط دون استراتيجية تلقى روحك أمام آلاف من الشباب الحاصل على أعلى الشهادات الجامعية والعاطل عن العمل إذن الخلق خلق جسور بين التكوين الجامعي والحاجيات الاقتصادية بفعل مش للاقتصاد الرهن لأنه الاقتصاد الرهن معناه في حاجة بدوره إلى مراجعة استطلعات استشراف للمواقع يجب أن يكون هناك استشراف لمستقبل الاقتصاد لمستقبل وفي ظوء يمكن أن نضع البرامج والأنظمة لإصلاح الجامعة ولتنهض الجامعة بدورها في أن تكون دائما قاطرة في كل المجتمعات الجامعة هي القاطرة التي تقود نحو التقدم سواء تقدم الأفكار وتقدم الثقافة وتقدم الفكر ولكن أيضا في التقدم التقني في التقدم العلمي في التقدم التكنولوجي وإذا لم تقم الجامعة بهذا الدور فإنه هناك خلل ما حاجة أخرى بربي بسيطة ياسر نحب نخدم بها الجامعة التونسية حاليا في اللحظة هذه الراهنة تعاني من مشكلة كبيرة أنا تعرضت لها عندما كنت رئيسة قسم في الجامعة التونسية ما عادش عنا أساذة جامعيين ثم تساهل كبير في التفريط في الكفاءات الجامعية التونسية وعندها وعندها الحق الكفاءات الجامعية التونسية كوهيش لأنه لأنه الجامعي التونسي يتقاض أقل مرتب في العالم بما في ذلك في أقل مرتب مما يتقاضاه الجامعي في أفقر الدول ولذلك يعني أنا لما نتحدث عن هجرة الجامعة وعلى أن الجامعة فرغت من الكفاءات وأنه معدناش نلقاه أساذ يقريه ما نقولش هذا إدانة للجامعيين وإنما نقول هذا لأنه على وزارة التعليم العالي أن تتحمل مسؤوليتها في هذه النقطة بالذات وأن توفر المدرسين الضروريين والمؤطرين معدناش نلقاه أساذ يأطره إحنا حاليا تلقاه أستاذ واحد يأطر في سبعة أطروحات دكتوراه ويأطر أنا شخصيا نأطر في أكثر من سبعة دكتوراه نأطر في أكثر من خمسة عشر رسالة ماجستير لأنه ما عادش عنا أساذ يأطره ما عادش عنا أساذ يقريه ولذا معناه هذه من بين المطالب الآنية الراهنة أنت تقول هكيا ونحن على الضفة الأخرى عنا حاملي دكتوراه يعني بالمئات معطرين عن العمل وينتظروا في فرصة عمل وحاملي دكتوراه قاعدين يخدموا بالساعة في المعاهد الثانوية وحتى في المدارس الابتدائية لتأمين القوت في المقابل هذا هو المشهد الحقيقة بشقيه يعني ومن زاوياتي شكرا لك لحقيقة لكن قبل الغيتين نحب نذكره أنه المهد العالمي للتجديد العربي بشعقة المؤتمر السنوي الأول امتعه في تونس وذلك بداية من 7 إلى 10 نوفمبر القادم قطي في مدينة الحمامات نعم ومعربي بالمناسبة نحب نشكر ومشيشيركو في 300 شخصية عربية يعني ومفكر عربي نعم وعدد كبير منهم من تونس نحب بالمناسبة نشكر وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب على كل المساندة اللي القناها منهم إلى حد الآن من أجل عقد هذا المجتمع هذا المؤتمر ونحن نأمل أن تواصل هذه المؤلاء الوزارات مساندتها لهذا المؤتمر لأنه أنا في تصوري الشخصي أرى أن هذا المؤتمر بعدده بأهميته بما سيقدم فيه لا يقل أهمية عن جانب على الأقل من المنتظر من قمة الفرانكفونية ما يقلش عنه أهمية لأنه يطرح قضايا في صلب مشغلنا هو الخيقة نعاول كثيرا نكيد خطر دكتورة حيطة قرميزي يعني من أهل الميدان وهذه يعني دائما تطلعات إلى إرساء مثل هذه المبادرات وهذه المؤتمرات نحييوها ونتمنى لها كل توفيق شكرا لك دكتورة زهية جويرو نورتنا هذا المساء في بلاتو الوطنية الآن شكرا لك دكتور حمدي بن جاب الله سعيدة جدا أني اليوم بيننا قامتين يعني فكريتين تونسيتين نخليكم مع معرض الصحافة ونمر إلى الجزء الثاني من الوطنية الآن بداية جولتنا الإخبارية في معرض الصحافة الورقية والإلكترونية لليوم ستكون بداية مع جريدة الصباح التي خصصت صفحاتها الأولى للقراءة في تركيبة الحكومة الجديدة فتساءلت ضمت خمسة وعشرين عضوا من المستقلين حكومة استرجاع ثقة المواطن في الدولة العنوان جاء مرفوقا بعنوين فرعية أهمها رقم قياسي في تمثيلية النساء غيب وزارة حقوق الإنسان وإعادة الاعتبار للمصعد الاجتماعي الوضع الاقتصادي المعارضة الوحيدة أمام الرئيس والحكومة جريدة لكوتديا قالت أخيرا حكومة بودن الخطوة الأولى الجادة نحو الجمهورية الثالثة وصحيفة لابريس عرجت في عددها الصادر اليوم عن تأكيد رئيسة الحكومة نجلة بودن خلال أدائها اليمين الدستورية أن مكافحة الفساد أولوية قصوى أمام الحكومة وكتبت أيضا عن تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد عقب تشكيل الحكومة بفتح كل الملفات والقضايا وحماية البلاد من الذين يسعون إلى الإضرار بالدولة ومصالح المواطنين الجريدة الإلكترونية كابيتاليس كتبت على لسان رجل الأعمال فوز اللومي الوضع صعب ولكن الخروج منه ممكن وسنكون قوة إيجابية لدعم البلاد الشروق كتبت أيضا عن الحكومة الجديدة فعنونت كفاءات شباب وحضور مميز للمرأة حكومة الأملي والعمل وأضافت في عنوان فرعي أولويات أمام حكومة بودن تحسين المعيشة والإنقاذ المالي والاقتصاد ومحاربة الفساد هذه انتظارات الشارع التونسي من الحكومة الجديدة الشروق تترقت أيضا إلى تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أكد فيه أن الجزائر بالمرصاد لمن يهدد تونس الصحافة عادت هي الأخرى إلى تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب أداء اليمين فعنونت تشكيل الحكومة كان استنادا إلى الدستور وتونس ليست تحت وصاية أي كان الصحافة كتبت أيضا أدت اليمين الدستورية وأمامها جبل شاهق من التحديات حكومة بودن لإنقاذ المرحلة عنوان آخر للجريدة نختم به جولتنا يتناول تصريح الدكتورة جليل بن خليل إثر تجاوز عدد الملقحين الأربعة ملايين نأمل بنوغ خمسين بالمائة من التونسين الوطنية الآن والآن نفتح ملف الحقيقة يسمع عليه التوانسة الكثير فيهم من يعرف النزر القليل عن هذا الموضوع لذلك حبينا نتبحر أكثر ونوضح لكم أكثر موضوع الملاذات الضريبية أو الجنات الضريبية كيف ما نسمعه دائما في الأخبار ونقرأه في الصحافة حاضرين معنا للحديث في هذا الموضوع سيلوت في حشيشة مرحبا بيك معنا على الوطنية الأولى مدير لجنة التحليل المالية بالبنك المركزي ومعنا كالعادة أميل بالحاجة لصحفين مختصة في الشأن الاقتصادي السؤال دائما يطرح نفسه لذلك زمين نزار الزغدودي حضرنا هذا التقرير حول الملاذات الضريبية الملاذات الضريبية أو الجنة الضريبية هي مناطق أو دول في العالم لا تفرض ذرائب أو تفرض معدلات ذريبية منخفضة للغاية تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تمتعها بهذه الخسائس وبالتالي يتهرب الناس من دفع الضرائب عن أموالهم وأرباحهم عبر وضعها في تلك الدول وتعتبر وثائق باندورا وقبلها وثائق باناما وغيرها وثائق تكشف كيف يخفي أصحاب رؤوس الأموال ورؤساء الدول والمسؤولون للكبار ثرواتهم في جنات ضريبية من أجل دفع ذرائب منخفضة عنها وثائق باندورا الأخيرة هي عبارة عن تسريب حوالي 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية وتهرب ضريبي وفي بعض الحالات غسيل أموال من قبل بعض زعماء العالم وأثريائه وهي عمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة أطلقوا اسم وثائق باندورا على تحقيقهم هذا تحقيق تمكن من كشف قادة سياسيين عبر العالم أخفوا أصولا في شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب خصوصا سياسيون تونسيون لم يسلموا من هذه التسريبات فالتحقيق الذي نشره موقع انكفادة الاستقصائي كشف أن سياسيا أنشأ في العام 2014 شركة غير مقيمة بأحدى ملاذات التهرب الضريبية تحقيق سابق مماثل لموقع انكفادة في العام 2016 أورد اسم مترشح للانتخابات الرياسية لسنة 2014 كأحد المساهمين في شركات خارجية تقبع في الملاذات الضريبية وكان الاتحاد الأوروبي قد سنف تونس أواخر العام 2017 ذمن قائمة الدول التي لا تقوم بما يتوجب فعله لمكافحة التهرب الضريبي وهو ما اعترضت عليه حينها تونس ليتم سحبها من القائمة السوداء بعد ذلك ووفق دراسات محلية وتسريحات سابقة من أهل الإختصاص فإن تونس تواجه تهربا ضريبيا تقدر قيمته بـ 1.5 مليار دينار سنويا وهي مبالغ من شأنها تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية وهو ما يتطلب اليوم لمكافحة هذا التهرب اتخاذ إجراءات ناجعة كتعصير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة وتوفير الحماية للإطارات المشرفة على ملفات الاستخلاص والمراقبة وغيرها من الإجراءات ذات السلة أهلا بكم إذن موضوعنا الملاذات الضريبية الجنة الضريبية غسيل الأموال مكافحة التهرب الضريبي وكل هذه المواضيع اللي ديما نسمع عليها في تونس الحقيقة في الأخبار الاقتصادية سي لطفي حشيشة حضرتك مدير لجنة التحليل المالية بالبنك المركزي نسمع أحيانا عن ورود أسماء لتوانسة في قائمات مسربة مدعة لأموالها في جنات ضريبية هذا يسار مش مرة مش اثنين كذلك نسمع أنه غسيل الأموال ولا دارج جدا في تونس خاصة في العشرية الأخيرة وكذلك مكافحة التهرب الضريبي كيفما كان يقول زمينا نزار زغدودي في التقرير اللي قدمه خلينا نبدأ بمكافحة التهرب الضريبي ثم تأتي الأمور تباعا إلى أي مدى يمكن تضر مكافحة التهرب الضريبي بالاقتصاد التونسي الاقتصاد التاعب المتعسر اليوم مرحبا بك شكرا سيدتي الكريمة شكرا للتنزل الوطني على هذه الدعوة الحديث على الجنات الضريبية بشكل عام وتهرب الضريبي ووجود أسماء لأشخاص أو الشركات التونسية طبعا هذا الموضوع هو موضوع بداية نزوم نحطه في إطاره ونفهم الأوراق ما عرفه بباناما بايبر أو باندورا بايبر ماذا تعني بالأساس هي في الحقيقة قاعة بيانات هامة والمهم فيها هو أني باس دوكيموتيرا فعلا هي قاعدة معلومات فيها الوثائق كذلك ولما تعرفت الوثائق هذه وخرجت للعموم طبعا نحن نعتمدها كمصدر للمعلومات في التحقيق أو في التحري اللي تم بخصوص قضايا بشكل عام طبعا دور اللجنة التونسية للتحليمالية فعلا هنا يجب أن نفهموا ليهو دور محدود لماذا محدود؟ لأن اللجنة التونسية للتحليمالية هي متعرفة عليها كوحدة تحريات مالية وهي تتحرى على أساس تصريح تريدوا إليها من جهات مصرحة وأساسا البلوك هذا يجب أن نفهموا يعني نحن معناش التعاهد التلقائي كوحدة تحريات مالية تريدوا علينا التصريح لابد أن نتحرى بشأنها أو يطلب منه من جهات التحري أو جهات التحقيق تحليل مالية موازية بخصوص قضايا يبشرها القاضي التحقيق أو تبشرها يعني ضباط في الشرطة أو في الحرص الوطني أو في الديوانة ونحن نقوم بجمع المعلومات والتحري والتقديم المعلومات وبالتالي دورنا المحدود لأنه فعلا نحن نعمل في هذا الإطار ولا نتعهد تلقائيا بقضايا يعني بشكل عام بالنظر لما تم تسريبه في وثائق باناما وعلى فكرة هي وثائق باناما عرفة باناما ولكن هي وثائق صادرة عن مكتب في باناما ولكن هي وثائق تهم عديد عديد البلدان ليست باناما فقط واليوم باندورة وجرد باندورة وقصة البوات دو باندورة هذه آخر مصدر على اقتلاف الصحفيين والاستقصائيين في العالم فعلا الملفات اللي نحن تناولناها في باناما بايبر باندورا بايبر ليس فيها شيء كثير بالنسبة للتوانسة لكن الملفات التي نحن تم العملاياها في إطار باناما بايبر تظهر في بعض الحالات عمليات لوجود أموال باسم تونسيين هوني يجب أن نفهمه أنه مشكلة الاسم يرد في أوراق باناما يعني تهرب ويعني غسل أموال وهوني يجب أن نفرقه مسألة مهمة للغاية بين تهريب الأموال عفوا وغسل الأموال والتهرب الضريبي كجريمة أصلية نجمة تكون لغسل الأموال لأنه في الواقع في بعض الحالات عندما يكون تهريب الأموال صادر عن شخص من أمواله الشخصية وهي أموال ليست يعني أموال متأتية من الجرائم فهي أموال وحلال مجهوده هو فلوسه هو حب يهربها بشيشري استوديو في إسبانيا مثلا فيلا في إسبانيا ولا فيلا لا نحكي لك على شبط استوديو على موضوع على موضوع عليك أنتي بالخصوص لأن عليك أنتي كانت ديبتي تزاكيزيشون إيموبيليار في كل وقت دونك بالتالي إذا كان الأموال هي تم تهريبها كما أي شخص تهو في المطار مهارب بخمسين ألف أورو لكن إذا كان الخمسين ألف أورو هم فلوسوا وحلاله وجاء من مجهوده هو الشخصي ومن خدمته فهذا ليس بغسل الأموال هو مخالفة صرفية يعاقب عليها صح القانون في كونس خلينا نوضح لسيد المشاهدين شون هو غسل الأموال إذن في السابق غسل الأموال لكن خليني نكملك الفكرة أنه عندما نحقق في مصدر الأموال وهنا مصدر الأموال هو مصدر شرعي والعمل مشروع فهنا ليست عملية غسل الأموال فهي عملية مخالفة صرفية لأكثر الأقل نعطيك مثال آخر في أوراق بانما وحقوبة هذه المخالفة الصرفية أنا أتوني أرجالك مدام في أوراق بانما نعطيك المثال عندما يتم ذكر بنك تونسي مثلا بنك تونسي في أوراق بانما نتسأل شنو معنا تهد بنك تونسي في أوراق بانما مثلا المثال يجب أن يكون الحالة يجب أن تكون على هذا النحو عندما مثلا يبعث مستثمر ليبي شركة في تونس والشركة يديف فيها شركة مسجدة في الجزء العذراء في الملاذات الضريبية يجي الشخص هذا يكون شركة في تونس يجب أن يفتح حساب في بنك في تونس الأوراق بتفتح الحساب فيهم مذكور اسم البنك استبعي ولا بيانة ولا أي أي بنك في تونس الأوراق هذه مش نلقاها بعد عند المحامي بتاع الشركة اللي ساهمت في الشركة الليبية اللي تم حدثها في تونس الأوراق هذه وجود اسم البنك التونسي في الأوراق هذه اللي هي خرجت في مثلا في بانما ليست لها علاقة يعني بتهريب أموال أو بظلوع البنك التونسي في عمليات تهريب أموال وتسهيل تهريب أموال أو غسل أموال هذاك علاش قلتك التحري هو يبين في نهاية الأمر من فعلا قام بالتهريب ومن يقوم بالغسل الأموال هذه ما تأمت لبشين بينكم أنه مش كل تهريب أموال ومشكل أوراق في بانما أو في باندورة تعني بالضرورة هو هناك جريمة غسل أموال أو تهريب أموال هذا من ناحية آه دامنا تحب نحكي لك على غسل غسل أموال خلن بصول السادة المشاهدين شيفهم وعملية غسل الأموال شنيه شوف غسل الأموال هو موضوع تناوله القانون الأساسي عدد 29 سنة 2015 والفصل 92 من هذا القانون يعرف غسل الأموال بكونه كل فعل قصدي يقوم بشخص لتبرير لتبرير الكاذب لمصدر الأموال وكي نرجع للفصل هذا 92 شنون نقاو فين نقاو أن الفصل ممكن نتحدث على 16 فعل لما نعدوهم فعل إجرامي 16 فعل اللي هما يجسدوا فعلا الفعل القصدي لجريمة غسل الأموال هو إذا كان نحب نفسره بكلمات بسيطة هو أنه الإنسان يحاول يهم جاره ويهم صديقه ويهم القاضي عندما يكون أمام القاضي بأن الأموال التي بحوزته أو التي اشترى بها عقار أو التي وضعها في بنك أو أخفها في أي مكان الأموال هذه مشروعة ومتأتي من مصادر مشروعة هذا هو المحاولة غسل الأموال فهو يحاول أن يبرر بشكل كاذب أن مصدر الأموال بتاعه شرعي في حين أنه هو مصدر غير شرعي عموما في تونس مصادر الأموال هذه شو مصادر الأموال المبيضة المبيضة هو فعلا وخدرات تهريب هو أي جريمة تدر على صاحبها المال أي جريمة تدر على صاحبها المال فهذا المال يعتبر مال فاسد أو مال وسخ وبالتالي يعمد المجرمون إلى محاولة غسل الأموال ما هو الجرائم؟ الجرائم عديدة ومتعددة ناخده تجارة المخدرات للتجارة في المخدرات للتجارة في البشر للتجارة في الأعضاء للتجارة في الحرقة السارقة الاعتداء على أموال عمومية الكورروبشن الرشوة الفساد هذه كلها تدرر الأموال وبالتالي المجرم هنا شي يحاول يحاول باش يبين أمام المجتمع أمام أقرباء وأمام القاضي يحاول باش يبرر بشكل كاذب أن المصدر بتاعه هو مصدر مشروع وبالتالي نحن نعمل على ماذا في إطار اللجنة؟ نحن نتقصى ونتحرى بشأن الأموال نبحث عن مصدرها ننظر في مقالها وين مشات الفلوس منين جات الفلوس ومن هنا نتحصل على عديد المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية إذا كان ثبت العمليات بطبيعة في علاقة بالخارج لأنه جريمة غسل الموالية جريمة تتجاوز الحدود الوطنية طبيعيز الأموال أمواله الأكثر من متأتية تجار الموال في تقرير تهريب نقصد في تقرير 18-19 اللي نحن نجزه كل عام عنا تقرير سنوي نحطه فيه النشاط اللجنة وما إلى ذلك وعنا تقرير 2020 إن شاء الله سوف يصدر في خلال الأيام القادمة الأسبوع القادم يمكن على أقصى التقرير سوف يتم نشره ونحن ننشره معنا موقع الواب ويمكن الإطلاع عليهم ونحن بدنا ننشره في التقارير من 2010 أعطينا بعض الموطيات منه نحن نعطيك مدام ونرصده في إطار تحليل استراتيجي عندما نتناول نشاط سنة كاملة وننظر في التصريح وننظر في الجرائم الأصلية التي تم الكشف عنها من خلال عمل المحللين في اللجنة تترألنا ما هي الجرائم التي تتصدر المشهد في باب غسل الأموال عموما سناء وعم ناول لعل الجريمة الأصلية اللي اليوم نلاحظوها هي جريمة غسل الأموال المتأتية من الغش ومن الفساد هذو ما معناتها ماخذين المراتب الأولى في الجرائم الغش والفساد خلينا نوضحه أفل الغش والفساد في مثلا في الوثائق المرتبطة بالتجارة وهنا نحكيه على غسل الأموال القائم على التجارة ونعطيك نفسد لك الموضوع لسادة المشاهدين المسألة عندما ناخذ التدليس في وثائق ديوانية أو في فاتورات جرائم ديوانية جرائم ديوانية العمل هذا هو داخل في أسلوب نمطي يقوم به المجرمون بطرق شتى بالزيادة في الفوترة أو بتنقيص الفاتورات أو بتزيادة في شحن البضاء أو في تغيير طبيعة البضاء وذي يمكن طبعاً الناس هذوما بش يغسلوا يغسلوا يجيب مثلاً توريد مثلاً حمص على أساس حمص وهو فوكه الجافة وبطبيعة هنا نفهمه لكار الكبير للقيمة هذوما القيناة هم تكررين برشاً الأسلوب هذا في غسل الأموال تكرر برشاً في تونس في سنة 19 وفي سنة 20 نلقاه كذلك بطبيعة بعض العمليات اللي هي فساد مالي رشوة اعتداء على أموال عمومية ورغم نحكيه شكيش على تونس استيلاء واختلايش لما نحكيه على الجريمة رغم نحكيه على جريمة أصلية قامت في تونس أو في بلاد أخرى يعني يمكن أنه من بعض من اللفات التي تنويناها أنه تم عملية رشوة كبيرة تم دفع لدولة أجنبية من دولة أخرى وبطبيعة الأموال هذه تم تحويلها على حسابات في تونس وتم محاولة غسلها في تونس وصار تصريح في هذه العملية وهي عملية كبيرة وأحلنا الملف على أنظر النيابة عمومية ونيابة عمومية طبعا قررت فتح تحقيق في الموضوع والقضية جارية إلى الآن عموماً هذو هم الجرائم اللي احنا نخدم عليهم أكثر في السنوات الماضية حبيت تنسيلك على المخالفة الصرفية لإداع الأموال يعني في بنوك أجنبية أخوتي هي ما هيش تهرب ضريبي بقدر ما هي مجرد مخالفة صرفية العقوبة متاحة معناها هذه المخالفة الصرفية هو لدارة العامة للديوانة هي الجهة المخالفة بإثارة الدعوة العمومية في الجرائم الصرفية عموماً عدتاً لدارة العامة للديوانة تقوم بالأبحاث كيف ما في الأفير بتاع إسبانيا في الأفير بتاع العقارات في إسبانيا اقتناء العقارات في إسبانيا وعادةً بطبيعة تقدم من الديوانة التونسية طلبات أول حاجة تم اخطية مالية كبيرة وتنطس الاخطية هذه الخمسة مرات المبالغ اللي تم تهريبها أو العقارات اللي تم اقتناءها وفي معظم الحالات وهذا معمول به حتى في عديد الدول الجرائم بتاع التهرب الضريبية والجرائم الديوانية والصرفية يتم تنتهي عادةً بالصلح بين الإدارة على العمل الديوانة والشخص المعني ولا تمشي بطبيعة للمحكمة وثم زادة عقوبات بالسجن قرر القانون وتنجم زادة تصير هناك عقوبات بالسجن في هذا المجال واضح أميل بالحاجة عليك كده أنت متابعة من خلال العمل والبحث صحفي اللي تقوم بيها أكيد يومين في المتابعة متاعك يقول لي أغسيل الأموال والحقيقة هناك العديد من خلفات الصرفية لكن دايماً يعتبروا هناك الناس يقول لك أنا عندي الحق أن أموالي نشربها لنحب والنجم نخرجها والنجم نعمل هذا في نقطة نقطة أخرى التجارة الموازية والتهريب إلى أي مدى زادة كيف كيف تتبع فيه وإلى أي مدى معناها يدخل فيه تحت طائلة تغسيل الأموال زادة أول حاجة نحب ملاحفتين مش نحكي على الهتاف السيلوت فيه هو الكتب العام اللي لجنة التحاليل المالية واللجنة التحاليل المالية اللي ما تعرفوش الناس هو أنها مستقلة عن البنك المركزي خطر ديما ثم خلط وهذا معناتها في تونس حاجة تبرح على خطر أحنا عنا لجنة مستقلة عن كل السلطات هي اللي تقوم بالتحقيقات في كل ما هو معناتها جراء مغسيل أموال وتهرب الثريبي يراه مش بالدرجة اللي تذكر في الغبوغتاج خطر اللي يتأكسي على التهرب الثريبي التهرب الثريبي ثم وزارة المالية اللي عندها الشرطة الجيبائية اللي اتبع أكثر الثانية حاجة تجربة الكتاب في تونس خاصة بعد ما بفضل عملها خرج تونس من القائمة رمادية في أوروبا والتي تجربة رائدة وهذا يذننا نقولوه تجربة رائدة وثم برشة بلدين والتي سيطلبوا من تونس تزويدهم بالخبرة متاحة فيما يخص كل ما هو تحاليل مالية وتتبعات كل ما يخص للزهراء والتي تجربة لكن قبل لك الحديث سيلوت فيقول أنه معناش إليات نحن فقط نرفع القضايا ونمروها معنى نخيلوا التقارير معنى هون مش آليات اللي أكثر فأكثر للضرب على أيدي هو مش هذا هو عنده الآليات معناش معناش التعاهد التلقائي بما معنى التعاهد التلقائي أني أنا نفتح ملف يقادي تول فيه لمجرد وجود مثلاً خبر في الإعلام نجي أنا نفتح ملف لا أحنا ما نفتح ملفات إلا على أساس تصاريح واردة رسمياً من المبلغين واللي حددهم القانون وهم أساساً البنوك والمؤسسة المالية والمهن غير مالية المحامي مدرش إنها ضيق هذه من شوف هي لا ما تضيقش علش ما تضيقش لأنه فعلاً خط الدفاع الأول في النظر في المؤشرات اللي تشير الوجود جريمة والوجود محاولة أو غسل أموال هما البنوك والمؤسسة المالية لأنه الأموال تتم عبر القنوات هذه البنوك والمؤسسة المالية خاصة من خلال أرطا معينة ومعامل معين هم إذا كان يشوفوا هما بطبيعة كونوا البنوك والمؤسسة المالية إذا كان يشوفوا أنه ثم مؤشرات آه معناتها تستدعي القيام بتصريح فهم يقومون بالتصريح وانا عندنا هذا التصريح مهم وثم بنوك تتعاقب إذا ما تقومش بالتصريح هذيك البنك المركزي الكتاف هي بيتها تقوم بمعنتها تبع ما نتها شنو يصير في البنوك مثلا في البنكة تماما بروسيدور اسمها أعرف حريفك إذا الحريف مثلا كل شهر يعرفوه تدخلوا ثلاثة عربة عملين ومبعد فجأة تولي تدخلوا عشرين ثلاثين مليون خمسين مليون من غير ما يعرفوا منين جيتوا الفلوس البنوك لازمها تعلم لجنة التحليل لازمها تعلم لجنة التحليل المالية ومش البنوك فقط حتى سيغي السيغي هو في مثل المهان الحرة كما السيغي كما النوتير كما المحامي كما الإكسبير قانتابل هذه من كل مهان هي منتها دخلة في منظومة المكافحة على حكاية غسيل الأموال وغسيل قانوتير ومحامي لأنه أحيانا ممكن يأخذ حتى أموال متحورة فيه وللي أما هو هو يعرف المحامي يعرف إذا الأموال إذا الأموال إذي كان متأتية من عمليات إجرامية لازموا يعلم لا لا مشكلة إذا المحامي يعرف الأموال إذي كان متأتية من أعليم هكا وليس لطفي لازموا يعلم أصولات المعنية بشي تحل البحث ثم حاجة بلكش يزيد يحكينا عليها سي لطفي أحنا في تونس مثلا هسير الأموال كيفاش يتم زيدا وهذا لازم نقوله يتم زيدا عن طريق مثلا تلقى واحد بعث مشاريع العقارات العقارات شراء العقارات شراء العقارات المطاهم المطاهم بعث مشاريع هذه وخاصة علشان أربط في كثير من الأحيان تصير حتى في عمل التجارة الموازية والتهريب اللي ممكن في ظاهره هي التهريب متاع مواد عادية ومواد استهلاكية عادية لكن مخافية كان أعظم فمت تكون تجارة مخدرات وراءة تكون تجارة حتى تجارة تسلاح في فترة مع تجارة الأعضاء تجارة البشر موجودة بقلة في تونس حتى تتفاصل هي شبكات عنكبوتية مش في تونس بركة هي مافيات ممتدة دولية ممتدة عندها الممثلين في كل بلاد دونك معناتها هي ماهيش اختصاص في بلاد هذك علش الكتاب مثلا يظهر الاناليز متاحة معناتها أدوات التحليل متاحة هي انترنسيونال معناتها تتقاسم المعلومات كيفما تعاون على مستوى الدولي والحقيقة حتى دائما حتى راووا في تقارير مجلس وزارة الداخلية العربية تصير حتى على المستوى المالي تصير على المستوى الدولي خلينا نحكي بالنسبة للمشاريع هذه اللي تبدو الصغيرة لكنها وراء مثل هذه العمليات الغير قانونية المقاهي المطاعم وكل كيفاش فما في تونس شكون تبعه وتوقفت ووقفت عند مثل هذه التجارب ولا لا ولا تخدموا على مستوى أعلى من هك وشوف المشرع لما حدد القائمة بتاع الخاضعين لواجب التصريح واللي لا بد أن ينتبه للعمليات اللي يقوموا بها الناس شون الوضاع هو حدد البنوك المؤسسة المالية عندما تمر الأموال اللي هي مش تتخسل عن طريق البنوك وهذا هذا الشي ما الكلاسيكي أنه يتم إدعى الأموال في البنوك ويتم نعطيك مثال يتم نقلها من حساب لحساب من بنك لبنك يقوم الغاس الأموال بعمليات يعني متعددة يبيع دولار ويشري يورو يحول المال بالحساب ألف للحساب أثنين تلقى عديد الحسابات هذا بالنسبة لغاس الأموال اللي يبدأ في البنوك ثم غاسل يصير بالإدماج مباشرة في العقارات ولا في مطعم ولا في مشروع هذا هو اللي خلى المشرع يقول والمعيار الدوري يقول أنه المحامين وشي اسمهم الليزارجوني موبيليا وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين لأنه هذوما الواجه عددهم والواجه دخلهم المشرع في منظومة المكافحة عليه أنه هذوما الناس اللي يقوموا عادة بتأسيس الشركات بالاستشارات القانونية بشراء العقارات لفائدة الحرفة وتحرير العقود وتحرير العقود حتى محرير العقود في دارة الملكية العقارية داخلين في نفس واليوم زلنا دخلنا عليهم مكاتب الصرف في آخر تنقيح للقانون مكاتب الصرف زلنا أصبحوا من الخاضيعين وبالتالي تشوف أنت من خلال التعدد الجهات اللي هي مطالبة بالرقابة وبيحلان العينين على العملية اللي قموا بها الحرفاء تلقى الفرياتيه هذه من من الأشخاص اللي هو البنوك المؤسسة المالية بالدرجة الأولى بعد جي المهن غير المالية المحامين خبراء المحاسبين حتى تجر المسوق وما داخلين في نفس العملية لأنه واحد مثلا نخذاء مال كعش رشوة ينجب يقلب ذب هون تجر المسوق عنده زل كيف كيف واجب العناية واجب التأكد من الأموال وواجب التصريح هذا يطور إنسان يجي يقوله أنا في ذاقة مالية نحب نبيع مثلا سيغة من الماس اللي تبدأ تسوأ أموال مثلا 400 مليون ولا 300 مليون هل بشي قوله شو يثبت اللي هي متاعك بشي يعطيه هو شهادة إنه متاعه خطر هو شاريها من وحد ويحب يبيعها مثلا ويمشي للسيغة هذا يبيع قطعتين ويمشي للسيغة كيف كيف عدل الشهادة ولا المحامي يجي شخص يقوله مش تكتب لي عقدر أني بشي نشري عقار في الضحية الفلانية والمطقة الفلانية بمليار قولوا ب7 مليار دوات 8 مليار دوات هل بشي قوله أنت من أين لك هذا هل نحن نعمد لذلك معناها شوف في المنظومة كما قلت لك كسوا بنوك ولا أجواء موبيلية ولا محامي المطلوب منهم بالقانون الأساسي هو أنهم يسألوا الحرفاء أو الحاجة يتأكدوا من هوية الحرفاء يأخذوا المعلومات الكافية يكون المستفيد الحقيقي من إنجاز العملية لأنه ثم المستفيد وثم المستفيد الحقيقي اللي هو يتسطر وراء مثلاً الشركات الواجهة حتى حكي البروكسي يعطيك سعلا وش عملوا الشركات الواجهة والتسطر وبش المستفيد الحقيقي ميظهرش نعملوا شركة واجهة ونعملوا منتاج بوبيروس جي أنت تبحث شكول الشركاء تلقى شركة 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 هذو ما اللي منتاج هذهم هما اللي احنا نتأكدوا منهم السؤال بتاعك أنه أنا هذا بيع سياغة وسياخته ولا هذا يقول لك ورثة الأرض ولا بيعت الدار ولا كنت في الخارج كونت هذا علش هذا علش توجد في المنظومة الدولية توجد وحدات التحريات المالية اللي احنا منهم كاسمنا أكتاف لأنه في كل دولة اليوم موجودة وحدة تحريات مالية مش الحاجة خاصة بتنصبرك في كل دولة عنا وحدة تحريات مالية دورها لها شنوة دورها أن يتاخذ المعلومات وتاخذ التصريح وتتأكد من المعلومات هذه بطبيعة احنا نتأكدوا مناش نتأكدوا بالتحريات مع الجهات الأمنية نتأكدوا بالتحريات مع الجهات الإدارية في الدولة نتأكدوا كذلك بالتحريات مع الجهات النظيرة في الخارج يعني لما الجريمة لما الجريمة تصير في إيطاليا ويجيوا الأموال يتغسلوا في تونس هناك تعاون بين الوحدة الإيطالية والوحدة التونسية ونحن نقوم بتوى بناء حتى على طلب من الجهات التحري ولا قضاء التحقيق لما يخدموا على قضية أصلية في سرقة مثلا ولا في الاتجار بالبشر عادة ما يطلبوا من الجهات هذه تحليل مالية موازية للتحقيق أو للتحدي اللي يقوم به هو يخدم على الجريمة أصلية ويخدم على الأفعال وعلى الوقائع الفيزيك اللي صارت في الجريمة لكن فهمت اليوم العالم كامل يفهم أن العمليات المالية هي تعطيك كذلك مؤشر ودلائل وإثباتات لبعض الوقائع في الجريمة الأصلية تعطيك مثال صغير لما شخص يخلص بالبطاقة البنكية بتاعه عشاء البارح في باريس فالمعلومة هذه هي معلومة مالية بالأساس وستظرنا عن طريق الحساب ولا عن طريق البطاقة تدل أن الشخص هذا متواجد كان متواجد في باريس بما أنه خلص بالبطاقة بتاعه وهذا مثلا مؤشر على أنه شخص هذا هو أعطى البطاقة بتاعه إذا كان أعطى البطاقة بتاعه ومعليه كانوا بطاقة يصنسيتر برسونال كما تعرف معنا موين دي بايمون برسونال نعطي مثال مثلا لأن العمليات الارهابية اللي صارت في باريس التحقيقات اللي تمت فيها توصلوا المحققين للمسار بتاع الارهابيين عن طريق شنوه؟ عن طريق العمليات اللي تمت بالبطاقة البنكية خلص الطروط خلص ماشي البنزين خلص ريستوران في الثنية من جملة معنتها يعني اليوم الإثباتات اللي تخدم عليها القضاة والواجهات التحري هي العمليات المالية وهنا نبحث فيها هذا الشأ اللي نبحث فيه احنا في التحريات المالية اللي تقوم بها حتر سيلوت بيحكي على شركات الواجهة زيدا احنا عشنا العشرة سنين دعم الله يريد praticاء ولو انتو ما عندكم برشة تحفظ بيحكيوا في الحكاية دعم الله زيدا الواجهات حتى في تمويل الأحزاب السياسية في تمويل الأحزاب السياسية في تمويل حته تقري دائرة المحاسبة في تمويلнокنائيات في تمويل الجامعيات مثلاً انت القانون في الأحزاب السياسية وقالك ما عندك الحق المال السياسية بش تمول حزب سياسي وادها وما زالت تدخل يضر فما تلافس كيف كيف ما نعرفوش فما تلافس على غالب ما نتعملش نذكره لساني لكن انتي تعرف بش التلبز تعيش ما عندهش اشهار ومنزلت خدمت واذا؟ بالفعل ما عندهش اشهار وتنجم تخلص خدمتها وتنجم تخلص السيديو والسبق تعيش لمدة سنوات وتعيش سمحني الفلوس هذوكم وهذا ديما انا نعيبه على الهايكا بتحكم عليك تقول لك انا نحكم في الخط التحريري يا سمحني شكون يحدد الخط التحريري معه الممول الممول هو اللي يحدد اي خط تحريري نوكم المفروض اتخصى بليتي وهذا هذي حكيت لكن نرجو حاليا نرجو البنك المركزي زيدة سمحني انسان بش نكمل هذي خاصة في ميدان الاعلام خاطر بتباعة طبيعي الأموال يجيه عن طريق المخدرات لكن في ميدان الاعلام هي مسألة امن قومي على خاطر كي تولى انتي مسايد الاتلافذ والراديونات على بعض ومتعرفش منين الفلوس انتي شنو قاعدين يعملوا بها التلافذذITHما قاعدين يعملوا بها قاعدين يعملوا بها قاعدين يعملون الفتن قاعدين يخربوا في البلاد عن طريق الاعلام اللي هما شدينوا في ديه معناتها هذي هذا كيف كيف عن طريق الواجهات عن طريق ممتع دايزوم إدفال إكران قاعدين تعملات وهذا كيف 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 ما قال لي سيلوتي الجامعية كيف كيف من المفروض من المفروض اللي يعطي دينار حتى وكان الأمين مش شيء من البرة اللي يعطي خمس ألاف ولا عشر ألاف ولا عشرين ألاف الجامعية يزموا يعرف الفلوس أيدوكم في ماشية على خطر زيادة كيف كيف تمويل الجامعيات كي ما نعرفوش الفلوس لش كون ماشية تنجم تكون ماشية للإرهيب تنجم تكون ماشية معنتها النشاطات إجرامية دوك هذا الكل هذا الكل هو في صلب هذا الكل هو بشتحيني لسؤالي اللي حابيت نسأل وأنا لسي لطفي هو كيفاش تتابعوا هذه الأموال اللي قاعدة تدخل وأموال ماهيش أموال بسيطة وتمر من البنك المركزي على امتداد دواء أكثر من عشر سنين ولا بيتم إعلامنا بحتى أي رقبة هل أنتوما اللي تعلموا معاناها تعديوا للملفة هذه للقانون وبدون أي إثارة أي شوشرة معاناها من طرف البنك المركزي ولا كيفاش تصير الأموال خضر دائماً لموال هذي قاعدة تدخل ومعانا ما نقولوش أنه البنك المركزي وضع يد ولا خاصة في عملية كبيرة والعملية مزانة متواصلة توقع شوف خلينا نرفعوا التباس مهم مهم برشة في عديد المرات ديما نرجع ونحط المسؤولية على البنك المركزي عندما نتحدث عن تمويل الأحزاب أو عن تمويل الأجنبي بشكل عام شوف البنك المركزي ماهيش شيء ما تمرش به الأموال كما تتوقع وكما تتصور برشة الناس من بنك البنك التحويلات سيدتي الكريمة التحويلات التم عن طريق البنوك والبنوك المراسلة فيما بينها بما معنى أنه البنك المركزي مش هو كل تحويل يعني أنا مثلا مش يجيني تحويل بألف دولار يجيني من البنك الأجنبي للبنك بتاعي التجاري لنا في تحويل الحساب وعلى ألف دولار لا لا مثالي ألف ولا مليون هو نفس الشيء خليلين في السالك مبدأ هو نفسه أي أي فصل السيدة المشاهدين السيدة المشاهدين يعرفوا والتجار يعرفوا ديما متهم البنك المركزي في النقطة هنا بأي باش نرفع الالتباس لأنه مش مسؤولية البنك المركزي حركة الأموال حركة لموقد تمر عن طريق البنوك كي نرجع للمنظومة اللي حددها القانون منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الرهب كي ما كنت أفسر لكم أنه البنوك هي بالدرجة الأولى هي المعنية بالتثبت في مصادر الأموال ومقالة الأموال وهو مليزم يعطيه للأليرت يعطيها للشكون لللجنة التنسية التحليل المالية صحيح أنه اللجنة هي محدثة لدى البنك المركزي كي ما كانت تحميل الأمان يعني نحن نعمل بالاستقلالية التامة عن البنك المركزي ونحن لسنا مصلحة من مصالح البنك المركزي وبالتالي لما احنا جينا تصريح في شبهات مرتبطة بأموال أو تدفقات بتاع أموال جاية من أي دولة كانت لحزب أو لحركة أو لشركة أو لشخص فنحن عندما يصلوا إلينا هذا التصريح نتحقق ونتحرق معنى إذا ما جيش التصريح هوني وقت البنوك تولي هي المتعاقب يعني تكسحة لأنه وهوني دور البنك المركزي هو في رقابة البنوك وهذه المنظمة كومونسا فونكشون تراقب البنوك هل أنه البنوك قامت بواجبها لأنه البنوك أبلغت اللجنة بالعمليات المستربة وخليني نقول لك في بعض التدفقات المالية في علاقة بالأحزاب والأموال المتأتية لفائدة الأحزاب أحزاب والأعلام زيد أبو سايل العليم وأحزاب والأشركات شركات علامة شركات أخرى هي العملية لا تستثني قطاع يعني في نهاية الأمر البنك لما يقوم بالتصريح النجم يصرح أنه ثم أموال جات للشركة الفلانية والشركة هذه هي شركة علامية وأكيدهم بعد ذلك هي بش توزع الأموال نحن نقوم بالتحري في مصدر الأموال ونقوم بالتثبت في مآلة الأموال الملاحظات اللي نلقاها بخصوص التمويلات الأجنبية في إطار حملات انتخابية وفي إطار أحزاب والتي تريد علينا في إطار التصريح التي تريد على اللجنة نحن نحيل تلك المعلومات في إطار التعاون إلى محكمة المحاسبات ونعطيها المعلومات هذه وهي ذكرة هذا في تقاريرها أن هي تلك المعلومات وحتى البنك المركز الذي كان عنده معلومات يعطيها سيلوت في العقوبات والردع كيف يكون وبعد السؤال اللي كنتي نخطب معاك كأمال هالردع هذه ترع أنت كمتاب على الأقتصاد العقوبات هذه العقوبات المرصودة العقوبات في الغسل أو في أي خلينا أحنا كنا نحتيه في الغسل الأموال وزاد التهرب الضريبة خطي قطي ثم بعد نجاوبك ومجاوبنيش على التهرب الضريبي معناتها الظارة في الترسل أملون بكل كيف تحدثنا لا أي من لو بكل خلينا نحتيه على عملية الغسل عملية الغسل كما حددها القانون الأساسي غسل الأموال يتعاقبوا غسل الأموال بخطي مالية بين خمسين ألف دينار ومئة ألف دينار حسب الحالة وبالسجن من حتى إلى خمس سنوات وثم حتى إلى عشر سنوات في حال العودة وفي حال وجود شبكة إجرامية العقوبات السجنية توصل حتى إلى عشر سنوات السجن ويجب أن نفهم أنه الغسل كما قلت لك في تعريف الغسل الأفعال اللي وردت في القانون أفعال متعددة نذكرها لك حتى نفهم ما مع الغسل توظيف الأموال ويعتبر غسل الأموال كل فعال قصد يادفي لتوظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم كما قلت لك الجرائم اللي عددناها أو إلى اكتسابها يعني المال عندك وحطه عندك أو حيازتها أو استخدامها استخدام الأموال أو إداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدماجها في مشروع في مطعم يعني أقولك عندي شوية فلوس تدمرهم لمعات أو إدارتها وهون في الإدماج خلينا نقولك المودوبراتوار أو الأسلوب النمطي المعطمات في غاس الأموال وهو ساعات يدمج غاس الأموال النشاط العادي للمؤسسة مع الأموال المتأتية من الجرائم يعني أنا مثلا عندي مطعم ومش قاد يقدموا الناس كل تشوفي ولكن كل يوم تلقاها في البنك غسيت مثاله ومحلات تجارية زادت ولا محلات تجارية الأفعال العديدة أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو التحريض أو التسهيل وبالتالي كل هذه الأفعال يعاقب عليها القانون إن كانت هي أفعال قام بها شخص اللي هو غاس الأموال وليقوموا بها حتى ناس يمكن أن يتساعدوا في إطار العمليات اللي يقوم بها كما هو في بنك أو خلال فيما تبقى من الوقت القليل اللي هو قلب من دقيقة أمال تتوقع أنه خاصة هناك العديد من الملفات وتعادات إلى محكمة المحاسبات وسيتم البط فيها مش محكمة المحاسبات فقط له الكتاب حتى المحاكم البولش دي سيغ القطب المحاسبات في تقرير الأخيرة أعنت قطب الاقتصاد على الأمور السياسية على التمويل اللحظة القطب المالي والاقتصادي تتعادى رادي هذا ما يتبيع القضايا والقضاء تم مشكلة ويجب أن نقوله هو أنه مثلا الكتاب تكون قوذات وهوني بربي نداء نداء خطروا حاجة هامة كيف تكون قوذات فيما يخص أجراء من المالية وغسيل الأموال تم مشكلة هو وقت نقوموا بنقلة النقلة العادية متع القوذات القوذات اللي يتكونوا يتنقلوا يجيوا في عوضهم قوذات أخرين معناتها وفي آخر الأمر ما يقعدوش كوذات متمرسين باش ينجموا يتناولوا هالقضايا هذي بالعمق ومعناتها اللازم باش ينجموا منتا يوصلوا للنتائج اللي أحنا نحب عليها معنا تولي منطلق كيف بقوذات هناك تكوين في القضايا في العقار يلزم نعم هذي حاجة ثاني حاجة هو سيلوت في ملقاش الوقت وانتي مسألتوش بوع ما جيتش هو زادة ثم تنسيق ما بين الاكتاث وما بين زادة كثير من الإدارات هما في تحقيقات مع بعضهم باش يوصلوا خاصة فيما يخص الجمعيات الجمعيات حاجة هم برشا أنا سؤال واحدة سؤال الآليات هذية هل هي كافية بالنسبة لكم هانا باش بشيحكي على أني ببال سيلوت اه 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 في دقيقة او اقل لأن الوقت وفي اه بالنسبة لموضوع القضاة احنا اللي عملنا في تونس بعد بعد الثورة هو وجود اليوم قطبين مهمين للغاية القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الأداب وفي نقيقة مش احنا لنكونوا القضاة لكن نحنا بعد الثورة كانت عنا معناتها دورات تكوين مهمة شاركنا فيها نحنا المحلين الماليين بتاع اللجنة والقضاة وما إلى ذلك التحدي اليوم هو بطبيعة معناتها الحركة بتاع القضاة التكسير طبعا الحركة اللي تشمل القضاة بطبيعة حال القضاة عندهم حق في الترقية ويخرجوا من القطب القضائي المالي إلى مهام أخرى في سلك القضاة ولكن احنا اليوم عنا خلينا نقوله في الفترة هذه عنا مدى جدوى المنظومة والاليات اللي قاعدين تتبعوا فيها من القضاة اللي يخدموا في القطب القضائي بشكل مستمر لكن احنا لنخير أن القضاة يترقعوا صلب القطب ويكونوا عنا ديما مخزون معناتها من القضاة اللي تم تكوينهم في المجال واللي هما عندهم تمرسوا على القضاة في كلمة أستاذي لأن الوقت فاق بالنسبة لك الآليات يعني كافية ولا يزم دعم الآليات بشكل عام اليوم على مستوى عمل نعتبرها كافية اليوم لأنه بعد ما مرينا بخطة عمل للفاتف طورنا المنظومة بشكل هام وحرزنا أن تتقدم كبير على مستوى المنظومة الوطنية المكتبعة وهذا كما قالت أميل تونس والات خبرات في الموضوع معي مثالي يقولوني الوقت شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا المركزي مشاهدينا نلتقي وإياكم بأدن الله أكيد في الوطنية الآن غدا في نفس الموعد إلى لقاء بقيد مجاهدة طيبة لبرامج الوطنية الأولى تصبح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر